بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم جهزنا ندخل الآن ال-while زين لاحظنا أول لعبة سبق أن قرأنا ال-ID حقها زين أول لعبة سبق أن قرأنا ال-ID حقها فبعد نجي الآن نقول طالما أن ال-ID لا يساوي ناقص واحد طبعا يقل لي أنه ما أعطني ال-price حقه اللعبة الآن هنأخذنا ال-ID الآن نأخذ ال-price زين زين ما قال هنا في السؤال كل لعبة عندها رقم وسعر زين فأخذنا الرقم هنا نأخذ الآن السعر نخزن السعر في ال-price هنا طبعا double السعر يجينا بعد كذا نضيفه على القيمة total price زين الفاتورة يعني زين كان لك عندها سوبر ماركت كل ما يقرأ item جديد شي جديد يقوم يضيفه على الفاتورة عندك زين تلاحظ أن السعر كل شوي يزود فنفس الفكرة هنا كل شوي السعر جالس يزود زين بعد كذا نزيد عدد الألعاب برضو نقول والله إن قرينا لعبة إضافية فهنا مثلا لاحظنا total price لو نتتبعني البرنامج مثلا اللي هنا total price كانت صفر بعد كذا قرينا لعبة كان ال-id بواحد زين فهذا ال-id هنا ال-id قيمته هنا أول ما قريناها كان بواحد هاللي جانا ما مستخدم هال-id ناقص واحد لا ليس هو ناقص واحد فجينا هنا وقرينا ال-price فال-price في المرة الأولى قريناها 100 مضبوط هذه المرة الأولى مضبوط هذه المرة الأولى هنا أول شيء قرينا ال-id بواحد هنا بعدين هنا قرينا ال-price بمية مضبوط بعد كذا جينا total price كما total price total price هي صفر زائداً مية مزين فال-total price القديمة هذه معنى plus gets total price القديمة السعر القديم زائداً سعر اللعبة الحالية في سعر اللعبة الحالية مية زائد القديم صفر فتطلع total price مية العدد يزود العدد كان صفر الآن صار عندنا لعبة مضبوط بعد كذا نيجي هنا نطبع نقول له عطنا اللعبة جديدة أدخل لنا اللعبة جديدة إذا تبغى تدخل لعبة جديدة فيجى دخل لنا أثنين فرجعنا هنا مرة ثانية هل الأثنين يساوي ناقص واحد لا الأثنين لا يساوي ناقص واحد فمرة ثانية نقول له عطنا ال-price الجديدة فيجي عطانا ال-price الجديدة وقيمتها كم؟ قيمة ال-price الجديدة 130 زي ما نشايفين زين فهنا ال-price الجديدة تصير 130 الآن نجي نحسب total price السعر الكلي وش يساوي يساوي السعر القديم سعر كل اللي حنا شفناه قبل كل اللعاب اللي شفناه قبل زايدا اللعبة الحالية في اللعبة الحالية 130 الألعاب اللي شفناه قبل كانت 100 ف100 و130 تطلع 230 تمام؟ عدد الألعاب راح يزود يصير اثنين زين الآن نطلب ID جديد فنجي نقر ال-ID هذا اللي هو 4 فال-ID يصير قيمته 4 هنا هل الأربعة تساوي نقص واحد؟ لا طبعا فنجي نقر ال-price من جديد مرة ثانية نقر ال-price السعر اللعبة الثالثة هذه اللي هي 200 مضبوط فال-price عندنا 200 بعد كذا السعر الكلي يساوي السعر القديم اللي هو 230 زائدا سعر اللعبة 230 هذا سعر كل اللعاب اللي راحت اللعبتين اللي قبل 200 هذا سعر اللعبة الحالية فال-230 و-2 تطلع 430 مضبوط فنجي نمسح ال-230 هنا نقول السعر 430 هذا السعر الكلي 430 العدد طبعا العدد صار ثلاثة العاب وليس لعبتين فزدنا العدد هنا صار ثلاثة العاب نقرأ ال-ID الآن فال-ID اللي جانا نقص واحد نقص واحد معنات ايش؟ معنات خلاص وقفنا معد نقرأ العاب إضافية فنقول هنا نقص واحد ال-ID نقص واحد نطلع بره اللوب الآن الآن مدام ما تحقق الشرط نطلع بره اللوب هنا الآن نجي نقول ال-Discount بصفر تخفيض بصفر هل عدد الألعاب أكبر من الثنين؟ نعم عدد الألعاب أكبر من الثنين النم ثلاثة بما نعد الألعاب من أكبر من الثنين ذي نطبق عليه الشرط هذا الشرط هذا يقول كده أكثر من الثنين في حصل تخفيض 20% فنقول ال-Discount يساوي 20 على مية ال-Discount أول ما بدينا قلنا صفر يعني لعب أقل منها ويساوي ثنين يعني لعبة أو لعبتين فإن ال-Discount يستمر صفر نحن نقفز هذه بس حين ما رح نقفز المرة هذه ليش؟ لأن عندنا عدد الألعاب فعلا أكبر من الثنين فنقول ال-Discount يساوي 0.2 نجي نقول ال-Total Price هي Total Price هذه Total Price طبعناها اللي هي وين؟ اللي هي ال-430 من هنا لاحظ من وين جبناها؟ هنا هنا آخر مرة حسبناها ال-430 فطبعنا Total Price 430 اللي هي تشوفها نتقدامك هنا طبعا؟ بعد كده قلنا ال-Discount نفسه القيمة التخفيض نفسه اللي صار هو القيمة الكلية Total Price اللي هي 430 ناقصاً القيمة الكلية في واحد ناقص ال-Discount مزين؟ فال-Discount هنا 20% فنقول كم 80% من ال- ما شو اسمه؟ ال-Price نقول لنا ال-Total Price ناقص 80% من ال-Price هذا هو قيمة التخفيض طيب بعد كده نيجي هنا Total Price Total Price ساوي السعر الكل هنا بعد التخفيض يساوي السعر الكل قبل التخفيض في واحد ناقص ديسكاونت زين؟ ف شو اسمه؟ واحد ناقص ديسكاونت اللي هو هنا طبعاً هنا ما عليش هنا في جزء هذا راح يكون التخفيض 86% ريال هذا التخفيض نفسه هنا راح نقول السعر الجديد يساوي السعر القديم في واحد ناقص الديسكاونت في الديسكاونت 20% سنقول السعر القديم في 0.8 زين؟ هذا هو السعر الجديد وهذا هو السعر الجديد عموماً هذه عملية حسابة حسابة التخفيض أو الديسكاونت هذا تقريباً البرنامج بشكل عام طبعاً ما فيه طريقة واحدة لحلل البرنامج هذا أحد الحلول لحلل البرنامج السؤال طبعاً يطرح نفسه هذا الحل النموذجي وليس هو الحل النموذجي الحل نموذجي لأي برنامج هو الحل اللي يكون سريع أو شيء صحيش يعني منقول خالي من الأخطاء صعب أنك تسوي برنامج خالي من الأخطاء وترالي من اللي برنامجين هذه صغيرة جداً سهلنا نسوي برنامج خائم الأخطاء بس بشكل عام نسوي برنامج أغالبا صعب أنه يكون خائم الأخطاء دائما تلقى فيه أخطاء نقول أن الحل النموذجي والحل يقل عدد من الأخطاء ويكون سريع بنفس الوقت ويكون أيضا سهل قراءته وفهمه من قبل مبرمجين آخرين فهذا تقريبا الحل النموذجي زين فالحل اللي قدامنا حل جيد للمسألة وهذا هو اللي يهمنا حاليا في الكورس هذا تمنى أنك تحاول حاليا حتى لو كنت إذا ما جربت إلى الآن خذ البرنامج هذا اكتبه جرب أنك تحل البرنامج جرب أنك تنفذ البرنامج تشوف كيف النتائج تنفذ أكثر مرة زين موقع قدامك هنا زين حتى تتأكد أنك فهمت البرنامج بشكل كامل